في مدارس كتير جداً في التحكيم في أمريكا، أمريكا اللاتينية في أمريكا، في أسيا، في أفريقيا في أوروبا وانت بسم الله ما شاء الله انت بتمين لأي مدرسة من المدارس دي بمين للمدرسة المصرية المصرية؟ احنا علمنا الناس صنعة في مصر احنا كابتو مصطفى احنا مش عايزين نستهين بنفسنا ارجع للتاريخ ارجع للتاريخ لانتا اتوقف عندها دي طبعاً ارجع للتاريخ هتلاقي ان التحكيم المصري من البداياته من بداياته كان فيه أماكن كتير جداً في العالم كانت بتستفيد منه كل اللي حوالينا استفادوا من التحكيم المصري كل اللي حوالينا اللي علمهم من التحكيم المصري فاحنا لازم نعتز بان احنا لدينا مدرسة طيب احنا عشان نهتم بقى بالتحكيم انت عاجبك حال التحكيم الحالي في الوقت الحالي احنا بقول العالم كله تعلم مننا والعالم يمكن في بعض الحاجات عدانا فيها التحكيم مشانا ننكر الكلام ده كله إحنا استفدنا إيه؟ بصك أبدا المصطفى هي الدنيا مش سودة قوي لكي نكلم بصراحة أنا معاك أنا معاك الدنيا مش سودة قوي خاصة زي ما قلت لك وجود الفار رفع الحرج كتير جدا و أفاد مش عايزة أقول التحكيم أفاد الحاكم المصري بأنه قلل كتير من الحاجات اللي هيتحاسب عليها أنت شايف أن التحكيم المصري في ناس دخلته بواسطة؟ آه طبعا في ناس دخلته بواسطة آه فيه أنا واضح وصريح آه لو فيه فيه بس أنا مش هسكر أمثلة ولا أسماء لا لا لكن فيه آه طيب هل في عالم التحكيم هل لازم الحاكم يؤهل نفسه باستمرار فيه الدراسات؟ هل فيه دراسات للتحكيم لازم يسافر ولازم يعمل تعايش ولازم 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 ولا مجرد حتى يقرأ الكفاية؟ لا بس يا كابتر مصطفى هو التحكيم عمره في حياته ده مجال لازم تفضل تتعلم كل يوم آه والاستفادة منهم ما بتنتهيش إحنا الحكام اللي موجودين دلوقتي دول أقصر حظا مما سبق بشكل غير طبيعي ليه؟ بيتوفر لهم كل حاجة ناقص إنك إنت تدوب لهم التحكيم في كوباية وتقول لهم مشربه كمان أنا هتكلم عن نفسي نعم بالرغم إن أنا مش من زمن قوي إحنا كان أقصى حاجة بنتعلمها ما كانش فيه معسكرات بالنسبة لنا إلا شوية كده في الآخر كنا نتجمع نعود محاضرة تتقلينا كده بالتبشير وإحنا معنا الكتاب بتوكل على الله سيره على بركة الله وكل واحد بمجهوده ده كل اللي كنت بتقلبي عنه طبعا إحنا النهاردة طبعا أنا بكلمك على البدايات نعم لما أنت بقى بترتقب نفسك وتوصل لي إنك تبقى حكم دولي وتروح بطولات ففي البطولات بتبقى المستوى أعلى شوية طبعا بيبقى معاك ناس كفاءات ومحاضرين ناس أعلى مني ومتعايشين معاك وكل يوم بتستفيد وتتعلم منهم حاجة النهاردة ما فيش حاجة نقصة الحكم زي ما قلت الحضراته غير إنك إنت تشربه التحكيم مبارياته متسجلة بتوريه له أخطاءه بتوريه أخطاء زميله بتوريه الحاجات الكويسة اللي فيه النهاردة بقى فيه كل اتحاد وكل منطقة ليها معد بدني فيه برامج للتدريب فيه برامج لل يعني آه عندنا شوية قصور شوية في بعض الأوقات مش منتظمة بتبقى حسب المسؤول اللي بقى موجود في التحكيم نعم قال المسؤول عنها هو رئيس نجلة الحكام المسؤول على المرات الحكام لابد على التصل على الفجرة فيه ناس كتير اشتغلت كويس جدا في التحكيم ومنهم عصام عبد الفتاح نعم اشتغل في التحكيم كويس اشتغل في التحكيم كويس فيه ناس اشتغلت في التحكيم وبذلت مجهود وفيه ناس كان بالنسبة لهم وجوده كرئيس لجنة متخيل انه التعيينات الحكام فقط هي مسؤوليته موسيقى